اهلا بكم في هذه التقطير الخاصة العالم مهتم بالتغير المناخي والجفاف اللي بيحصل خلال السنوات الاخيرة ولتصدر المشهد بشكل كبير خلال الشهور الاخيرة خلينا نقولكم انه نقلت صحيفة نيكي عن بيانات شركة التعمين الدولية ان حجم الاضرار العالمية الناجمة عن الجفاف بالعديد من دول الكوكب خلال نصف العام بلغت 13 مليار و 200 مليون دولار على الاقل وقال القبراء ان دول الاتحاد الاوروبي بتعاني الان من اسوأ جفاف في السنوات الخمسمائة الماضية كما ان الجفاف محتدم في غرب الولايات المتحدة وبكستان والصين وان يعني في انخفاض في انتاج الكهرباء في الصين فعدد من محطات الطاقة الكهرومائية بنحو 40% بسبب ضحالة الانهار وفي مقاطعة سيتشوان تم ايقاف مصنع تجميع شركة تيوتا للسيارات مؤقتا في هذا الجانب اكد امين عام الامم المتحدة انتونيو جوتريتش ان تغير المناخ احد اهم اسباب التصحر والجفاف بالاضافة الى كيفية ادارتنا لشؤون ارضنا لافتا الى ان نصف سكان العالم يعانون بالفعل من عواقب تظاهر الاراضي مع تحمل النساء والفتيات العب الاسقل منها واضاف جوتريتش ان جميع المناطق تشهد زيادة في حالات الجفاف وفي شدتها ويتعرض مئات الملايين من البشر للخطر من جراء تزايد العواصف الرملية وحرائق الغابات ورداءة المحاصيل والتشريد والنزاعات وكمان لفت جوتريتش الى انه تفاقمت حالات الجفاف بسبب تظاهر الاراضي وتغير المناخ وتزايدت وطيرتها وشدتها بنسبة 29% منذ عام 2000 مع تضرر حوالي 55 مليون شخص سنويا واشار كمان الى ان ضمان انتاجية الاراضي والتربة طريقة غير مكلفة تتوخى صالح الفقراء في مكافحة تغير المناخ وتحسن سبل عيش افكر الناس في العالم واضعفهم كما انها التمكين للمرأة باعتبرها مالكة للاراضي ويعتبر عامل بيأتي بتغيير جزري في مجال استصلاح الاراضي واضاف كمان انه في افريقيا ادى مشروع الجدار الاخضر العظيم لمنطقة الساحل بالفعل الى استصلاح ملايين من الاف دينة من الاراضي وتهيئة الالاف من فرص العمل من داكار وحتى جيبوتي ولكنه قال كمان انه لا يزال هناك الكثير مما ينبغي القيام به من جانبها قالت جويسة امسية مساعدة الامين العام للشؤون الانسانية ونائبة منصق الاغاسة في حالات التوارئ انه لا يوجد اي بلد محصن ضد الجفاف ولكن يمكننا جميعا الاستعداد بشكل افضل لمكافحة الجفاف بشكل فعال ووضحت انها شهدت كيف يؤثر الجفاف على الحياة وصول العيش مع عواقب انسانية مدمرة ووفق مفاوضية اللاجئين في عام 2021 نزح حوالي 23 مليون شخص داخل بلدانهم بسبب حوادث التقص المتطرفة مثل الفضانات والعواصف والجفاف وغيرها من الامور المتعلقة بحوادث التقص كمان منظمة الامم المتحدة للاغذية والزراع الفاو بتعد يعني بقالة انه بيعد الجفاف من بين اكثر الاخطار الطبيعية تدميرا حيث يؤدي الى شل انتاج الغذاء واستنزاف المراعي وتعطيل الاسواق وفي اقصى حالاته يتسبب في وفيات بشرية وحيوانية على نطاق واسع وضاف تقرير الفاو الى انه يمكن ان يؤدي الجفاف ايضا الى زيادة الهجرة من المناطق الريفية الى المناطق الحدرية مما يضع ضغوطا اضافية على انتاج الغذاء وغالبا ما يجبر الرعاية على البحث عن مصادر بديلة للغذاء والماء لحيواناتهم مما قد يؤدي الى نشوب صراع بين المجتمعات وتنافس على الموارد القليلة المتاحة وتعني طبعا زي ما حضراتكم عارفين المنطقة الافريقية بالفعل من مستويات عالية من انعدام الامن الغذائي ومن المتوقع ان يكون هناك حوالي 16.700.000 شخص في ازمة حسب التصنيف المتكامل لمراحل الامن الغذائي او مستويات اسوأ من انعدام الامن الغذائي الحاد وذلك فقط بسبب الجفاف وفقا لستيفان دوجاريك المتحدث باسم الامم المتحدة قال ان منظمة الاغذية والزراعة الفاو اطلقت نداء لجميع لجمع عفوا 172 مليون دولار للمساعدة في تجنب المجاعة في القرن الافريقي حيث قامت منظمة الاغذية والزراعة بمراجعة خطة الاستجابة السريعة والتخفيف والتي ترتكز على اربع مراكز الجفاف في جميع انحاء المنطقة وهي الجيبوتي واثيوبيا وكينيا والصومال ووضح دوجاريك انه تم تمديد الاطار الزمني للخطة الجديدة من يونيو الى ديسمبر من هذا العام بهدف منع تظاهر ظروف الامن الغذائي في المنطقة والحفاظ على سبل العيش وبالتالي حياة ما يقرب من خمسة ملايين من سكان الريف في جميع انحاء البلدان الاربعة وضف كمان المتحدث باسم الامم المتحدة ان في منطقة الساحل في بوركينا فاسو والكاميرون والشاد وكمان مالي والنيجر وناجيريا بيحتاج الاشخاص الى المساعدة والحماية المنقذة للحياة هذا ما يقرب من يعني حوالي 2 مليون شخص اكثر عامة كان عليه قبل عام واحد خبراء من المعهد الوطني الياباني للدراسات البيئية وجامع التوقيو يعني نشروا في شهر يونيو الماضي التقرير اكدوا فيه ان الجفاف بحلول منتصف هذا القرن لن يكون في الصيف الاستثناء بل القاعدة في العديد من المناطق بما في ذلك صاحل البحر المتوسط واجزاء كبيرة من امريكا الجنوبية دي كل التفاصيل والمعلومات الخاصة بازمة الجفاف اللي بيشهدها العالم ودول كتير من مختلف القرارات من بينها الولايات المتحدة والصين وباكستان وغيرهم يعني بنتمنى ان احنا نجد قريبا حل لتلك الازمة التي تعد يعني واحدة من الازمات اللي بتؤرق العالم واشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء في تغطيات جديدة من تلفزيون اليوم السابع